عايزة أكلم حضرتك على الوقت ده من السنة وطبعاً إحنا النهاردة بنيدي بعض التوجيهات أو بعض النصيح بالنسبة للناس حقك ركزت على فكرة السوائل أن هي مهمة جداً جداً وعايزة أتكلم برضو على فكرة الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس هل في فرق ما بين الاثنين؟ آه في فرق ما بين الاثنين ضربة الشمس أو ضربة الحر اللي بنورعيها والإجهاد الحراري الإجهاد الحراري هي الدرجة المخففة الأقل خطورة من ضربة الشمس لنتيجة بزل مجهود في درجات حرارة مرتفعة نعم فبيبقى فيه نوع من الإجهاد الشعور بالإجهاد الشديد وعدم القدرة على ممارسة أي نشاطات البنيادة بيبقى مهبط يعني بيبقى عنده هبوط شديد جداً ضغطه بيوطع لأنه النقطة الأساسية كمان أنه هو مش بيفقد مية بس ده بيفقد مية وسوائل وبيفقد كمان صوديم وبيوتاسيوم وبعض المعادن المهمة اللي بتطلع في سورة العرق ده بيأثر جداً على درجة تركيزه وعلى أداء العضلات بتاعته تبقى عضلاته مهبطة جداً بيبقى مش قادر يتحرك أو مش قادر يمارس أي تليل المصر دي لا علاقة بصحة القلب يا دكتور طبعاً كله بيأثر طبعاً وعشان كده أنا بقول تاني أنه السن الصغير قوي والسن الكبير اللي هو فوق 65 سنة ده نسبة الخطورة عليهم تبقى أعلى من السن اللي هي المتوسط لأنه بيأثر على الجسم كله وبيأثر على القلب وممكن بيقادي إلى الوفاء ضربة الحر درجة مرتفعة أكتر كمان أنه بقى زي ما بقول حقيقة الجهاز العصبي أو الترمستات اللي ربنا حطه بيبوز فبيفقد السيطرة على زبط درجة حرارة الجسم حرارة الجسم بتبوز الإنسان بيفقد السيطرة أنه هو يقدر يعمل التوازن ما بين حرارة اللي برة حرارة الجسم الداخلية حرارة جسمه الداخلية هي الأهم لما حرارة جسمه الداخلية بتزيد وما بتنزلش لعدم قدرته على أنه هو ينزلها لأنه الجسم بيقادر أنه هو بينزلها دين تبقى فوقتها الخطورة درجة حرارة التافع جداً دي حالات مرضية بقى يا دكتور بزاق ما دي حالة مرضية هي الحالة اللي هي الأكثر خطورة من الناس اللي هي ممكن ما تقدرش أن يتخرج الحرارة في الجو ده لما بيجي له ضربة الحر التعارض المدة طويلة لدرجة حرارة عالية وفقد معها فقد سوائل وأملح معدنية هل ده بيعاني أصلاً من أمراض سابقة؟ لا مش شرط خالص ممكن يكون بصحة جيدة جداً وبنشوف يعني الناس في صحتهم جيدة جداً بتجي لهم ضربة الحر دي وقد تؤدي إلى الوفاء دلوقتي والله كنا بنشوف زمان الناس بتمشي بالشمسية ده مهم جداً على الفكرة في بعض الناس دلوقتي بدأت تتكسف جداً من الحاجة لا ده مهم جداً ودي حاجة ما بتزعلش خاصة أنها دي ممكن بتطقي إلى من مشاكل كثير جداً الأهم هو زيادة معدل تعاطي السوائل وتعاطي برضو بيكون برضو في نسبة ملح شوية زيادة شوية علشان احنا بنعوض الجسم من الفاقد زائد برضو البعد عن التعرض لدرجات الحرارة بصورة مباشرة يعني زي ما حاجة بتقول كده الشمسية دي حاجة بسيطة جداً لكن بالزبط الملابس نوع الملابس ألوانها تكون فتحة وتكون من القطن 100% عشان ما تكتمش الحرارة وتساعد على فقد الحرارة أو البول دي كلها حيات بسيطة بس مهمة جداً مع شرب السوائل بصفة مستمر طيب التغذية في الوقت دا ممكن يكون أسلم حاجة بنسبة لها إيه؟ أه ده التغذية مهمة أكثر حاجة ممكن الإنسان ممكن بقى يكون لها كتغذية التغذية مهمة قوي في المقطة دي وهو البعد عن الأكلات التقيلة اللي هي الأكلات اللي فيها مسبكات كتيرة وفيها نسبة زيود كتيرة وفيها حاجات متحمة يعني فيها نسب دهون كتيرة لأنه إحنا عايزين حاجات فيها سوائل كتير زي الخضرات التازة والخضروات التازة والفاكها التازة مع شرب السوائل تبقى سهلة الهضم فيها سوائل فيها معادن بتعوض الجسم أول بول عن الفقد السوائل زي مثلا البطيخ كمان بطيخ من الحاجات المفيدة جداً في الحر دا الموسم بتاعه كمان أسعاره كمان تلعبتي كويسة ومناسبة جداً مليان مية ومليان سوائل ومليان أملح معدنية بتعوض الجسم أول بول عن فقد السوائل لازم كمان التعرض لدرجات حرارة بردة يعني مية على ولو كمان ساعات لو درجة حرارة عالية وما بتنزلش لابد من أن احنا بنتطر ناخد بنحط تلجة على الجسم وبنحط وممكن نحط المريض نفسه في بني وفي تلج لهذه الدرجة علشان نحاول ننزل درجة حرارة بسرعة عاجلة دا في الناس اللي هم عندهم ضربة الحرارة نتنزلش دا حاجة خطيرة جداً وتبعيز التعامل معها بمنتهى السرعة دا حاجة خطيرة جداً دا حاجة خطيرة جداً دا حاجة خطيرة جداً